بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأجيروا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا دليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكرون الذين يقيمون الشولات ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجت ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارمون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إهدى الضائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقتع جابر الكافرين ليحق الحق ويبتل الباتل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا قشرى ولتتمئن به قلوبكم وما النسر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم معاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ماء ليتهركم به ويذيب عنكم رجز الشيطان وليربت على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات ذلك بأنهم شاطوا الله ورسوله ومن يشاطك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فهوقوا وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدمار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء فقد باء بغضب من الله ومأره جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى ولبدي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سبيع عليم ذلك هو أن الله موحم كيد الكافرين إن تستفتعوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عد ولم تغني أنكم فئتكم شيئا ولو كفرد وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أجيعوا الله رسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وكم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله سمعكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مؤردون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تسيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضافون في الأرض تخافون أن يتقطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزبكم من التويبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تهتقوا الله يجعل لكم خرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساجر الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمجر علينا حجارة من السماء أودنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبا وأنت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم من لا يعذبهم الله وهم يسدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أنثرهم لا يعلمون وما كان صلاةه عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بها كنتم تغفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا من سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مغلاكم نعم المغلا ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله قوسا وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التطى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة الخسوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لقتلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات سدور وإذ يريكهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجعوا الأمر يا أيها الذين آمنوا إذا نقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوا وأتوئوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذنب ريحكم واسبرون إن الله مع الصبرين ولا تكونوا كالذين غرجوا من ديارهم بكرا ورئا الناس ويشدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جاء لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقام إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وره هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضرقون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأقدهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقام ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سبيع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يفعلون الذين عهدت منهم ثم ينقبون عهدهم في كل مرة وهم لا يفعلون فإن ما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذدرون وإن ما تثقفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائدين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يرجزون وأعدوا لهم مما استتعتم من قوة ومن رباة الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تذعبون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميم العلم وإن يريدوا أن يحجرواك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكون منكم عشرون صابرون يغلموا مئتين وإن يكون منكم مئة يغلموا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفضرون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم بعفا فإن يكون منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكون منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله ما صابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لو لا كتاب من الله سبق لمزكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وناجروا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا والذين آمنوا ونصروا أولئك بغضهم أولياء بغض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا يدهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم نسر إلا على قوم بينكم وبينهم ميفاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بغضهم أولياء بغض إلا تفعلوا لكم فتنة في الأرض وخساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أي والذين آمنوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد هاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعض أولى ببغض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ترجمة نانسي قنقر